أجواء من الحذر والترقب تخيم على سكان الشرق الأوكراني في انتظار ما ستأول إليه الأوضاع في مناطقهم بعد إعلان كييف أنه لن يكون هناك وقف أحادي الجانب لإطلاق النار أو أي مفاوضات ما لم يلقى لإنفصاليون الموالون لروسيا أسلحتهم بشكل كامل موقف كييف بدأ أكثر صلابة بعد استعادة قواتها لمدينة سولفيانسك من أيدي المعارضة المسلحة حيث تعهدت الحكومة بإعادة الأوضاع في المدينة إلى ما كانت عليه قبل الاضطرابات الوضع في سولفيانسك يتغير والمدينة بدأت تعود للحياة وخلال يومين سنشد عودة الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء وسيتم إصلاح الطرق وفتح المحلات والبنوك وستعود المدينة لتحظى بنصبها من الميزانية التصريحات الحكومية جاءت وسط دعوات أوروبية وأمريكية للضغط باتجاه مفاوضات تنتهي بوقف ثنائي لإطلاق النار من طرفي الصراع حيث طلبت فرنسا وأمريكا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضغط على الانفصاليين للقبول بالحوار مع الحكومة بينما حثت ألمانيا الطرفين على الاحتكام لطاولة المفاوضات لمناقشة التهديئة بينهما لكن القادة الانفصاليين في شرق البلاد قالوا إن ما وصفوها بالمحاولة الحكومية لحصارهم في مدينتي دونيتسك ولوهانسك ستقضي على أي أمل بحل سياسي للأزمة في البلاد ترجمة نانسي قنقر